السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات شرح الماتريال القانوني لديبلومة الترجمة القانونية من الجامعة الامريكية. وقلنا المحتاج الماتريال دي قدر يتواصل معايا وهسيب لكم لينك التواصل معايا في وصف الفيديو تحت. المحاضرة اللي فاتت احنا اه تكلمنا عن حاجة اسمها اللي هو الشخص القانوني. وقلنا ان الشخص القانوني ده بينقسم لتلات فروع او لتلات اقسام او لتلات انواع قلنا وتكلمنا عنه باستفادة اما وقلنا وقلنا احنا شرحنا منهم اه حاجتين شرحنا وشرحنا اللي اللي هي الفئة معينة من الناس. وباختصار كده قلنا ده او قلنا ان الشخص القانوني بصفة عامة والشخص الذي يفرض عليه التزام او يمنح حق اذن او يخول انه يعمل حاجة معينة. عايز اه لو حض من حضراتكم لسه بشافش المحاضرة اللي فاتت يرجع يشوفها ويلا نبدأ في محاضرة النهاردة علشان ما طولش عليكم. النهاردة هنشرح حاجة اللي هي اه يبقى شرحنا وشرحنا وقلنا اه دلوقتي هنشرح هو الشخص المعين بعينه او بذاته او بشخصه. عادة ما يشار اليه اه بي في الانجليش يعني في الانجليش بيشيره للبارتكولر بيرسون بايه. يا اما باستخدام using a singular from words with or without the definite article ذا. with or without the definite article ذا. يعني معه او باستخدام معه او بدون اداة التعريف ذا. the first letter في الكلمة يعني اول حرف في الكلمة or the whole word is usually capitalized. يعني يا اما بيكون الحرف الاول منه capital يا اما الكلمة كلها او الكلمة كلها او الشخص ده بتكون اه كلك الكلمة كلها بتكون مكتوبة capital بيقول لكزامبل the first party او عندي the first party اول حرف capital عندي the employee الموظف. اه اول حرف capital. the engineer or the translator هنا عندي الكلمة كلها capital. باختصار ان الشخص ده ايه? لما انا باجي اتكلم في نص مادة قانونية معينة عن شخص معين بذاته يعني بقول ان الموظف ده او المترجم ده او الشخص ده هنا انا ما بقصدش الشخص بذاته يعني ما اقصدش ان مسلا يعني مسلا مترجم اسمه محمد. انا بقصدش محمد بلافظه محمد. انا بقصد محمد بوظيفته المترجم او او المهندس. بشرفة عامة. يعني لما بتكلم هنا بتكلم عن حالة مفردة ما فيش غيرها. اقول برضو ما بحطش اداة التعريف ازيه بس لما بقول هناك موظف او لما بقول هناك موظف محامي او لما بقول هناك مترجم بقصد كل من يعمل هذه الوظيفة. لما اجي بسن تشريع وبقول من حق الموظف تلاتين يوم اجازة في السنة. هو انا بقصد الموظف الفلاني بس اللي من حقه تلاتين يوم في السنة. لا. انا بقصد كل الموظفين. ده الفرق بين والبارتيكولر بيرسون. البارتيكولر بيرسون هو شخص معين بصفته. يعني انا هنا بقصد فلان ده بس. يعني انا مسلا عندي هو هنا قبل المنزل في الامسلة بيقول لي واحد مني. اما الطرف الاول اما الموظف والمهندس والمترجم. دي معناها يتدخل يعني لا يجوز للمهندس التدخل في عمل استشاري. طب هنا هل كل مهندس لا يجوز ليه التدخل في عمل استشاري? لا. هنا بيجوز للمهندس ده بس اللي انا قصدته في الجملة دي بس. طب انا بيقول لي انا هعرفه منين? هقول لك انت ده بيبقى باين من سياق الفايل او التيكست او الحاجة اللي حضرتك ان شاء الله تشتغل عليها. وترجمها. انما دي بتبقى اكتر فيه? بتبقى اكتر فيه التشريعات ومواد القانون. لان انا بقصد بها كل من يعمل هذه الوظيفة. يعني انا هناك لما بقول المهندس. وحضراتكم لو رجعت والمحاضرة اللي فاتت هتفهموا الفرق بين ده وبين المحاضرة بين الهناك او بين اللي شرحت قبل كده وبين اللي بشرحه في المحاضرة دي هناك لما بقول المهندس بقصد بيه كل من يعمل في وظيفة مهندس. هنا لما اقول المهندس ومينوت شرحناها ان انا لما بعبر عن الاباحة او عدم بقول انما لما بعبر عن عدم الجهاز مطلقا بقول يعني هي معناها انه انت يجوز ليك يعني من حقك تعمل او ما تعملش ودي هتلاقوها مشروحة في المحاضرة الرابعة مي ومينوت والشد وادوات الالتزام زي انجينير مينوت انتروفي ان زي وورك اوف كونسولتانت لا يجوز المهندس التدخل في عمل استشاري بعد كده بيقول لي زي مانسر الوزير ماي نوت ماي يجوز اهي يحق او يجوز ان هو يعين نائب للرئيس او نائب لرئيس مجلس الادراء من بينه يعني بينه يعني الحتة دي مش مهمة في ترجمة الجملة دي ارقام براغرافات لكن هنا بيقول لي يحق للوزير ان يعين يعني نائب يعني نائب حد يقول لي دي معناها صوت اقول لك معنى الدارج بتاعها في الجنرال انجليش ان صوت لكن صوت من نائب الشخص الفلاني فروم امانجست بيرسون رفير تو انزا باراغراف ودي الارقام قمناه بعد كده زي ده رئيس مجلس الادارة لا يحق له نهائيا مش لا يجوز بقى لا يحق له نهائيا تبعي استعرف الفرق بين مي ومي نوت وشال وشال نوت وهاف زرايت تو وهاز زرايت تو ارجع للمحاضرة الربع ان هو لا يحق له اه لا يحق لرئيس مجلس الادارة ان يعلن عن افتتاح او اختتام كل اجتماع لمجلس الادارة الا بحضور جميع الاعضاء يعني هنا بيقول لي انه لا يحق نهائيا دي دي معناها يعلن افتتاح اختتام او 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 دي معناها مجلس ادارة دي كده معناها مجلس ادارة تمام معناها مجلس ادارة انطيل الا في حضور جميع الاعضاء يعني هو ما تلقائيا كده لو جميع الاعضاء مش موجودين بل اجتماع غير صالح فبالتالي هو ما بدأش عشان يعلن عن الانتهاء بعد كده دي معناها ايه معناها الامين العام الامين العام وبرضو هرجع للمحاضرة الرابعة برضو هتلاقي في جملة مخول او يحق له او ممنوح الازن له او يحق له حضور الاجتماعات او حضور اجتماعات مجلس ادارة مع سلطات او مع اه سلطة او او اه هي سلطات استشارية فقط يعني مع ان هو يعني الحق بتاعه هو مسموح له ان هو يحضر اه اجتماعات مجلس ادارة بس بسلطة استشارية فقط يعني ملوش سلطة اتخاذ القرار بعد كده يحق للمترجم او من حق المترجم ان يطلب الدفع مقدما بعد كده من حقها او مخول او ممنوح الازن لها او يحق لها او دي معناها نفقة حد يقول لي يا عم معناها صحرة او يا استاذ معناها صحرة اقول لك في الجنرال انجليش ديزرت معناها صحرة في الجملة دي ديزرت هنا معناها هجر يعني من حق الزوجة ان هي تطالب نفقة اذا هجرها الزوج طبعا احنا عناش حاجة اسمها هجر احنا عندنا في دينا يا ام طلاء يا ام كاملين مع بعض هم عندهم الهجر ده بقى تاني تاني عشان نعرف الكلمات الجديدة على حضراتكم قلنا يتدخل قلنا معناها يتدخل يعين رئيس او رئيس مجلس ادارة او شخص مسؤول معناها رئيس مجلس الادارة معناها يعلن اه معناها اجتماع مجلس ادارة معناها الامين العام مش هيحهم بالتفصيل في المحاضرة الرابعة سلطات استشارية معناها مترجم معناها هجر اه كده احنا نكون خلصنا الجزء ده اللي كان لازم يتشرح قبل ما نشرح المحاضرة الجديدة هو ده مش محاضرة مستقلة ده يعتبر جزء استكمالا للمحاضرة السابقة ورجاء ما تنسوش اللايك وسبسكرايب علشان نكمل ان شاء الله خير وبرضو اللي محتاج دي يقدر يتواصل معي وهي موجودة بسعر بسيط كان معاكم طارق شاكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا